السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة لهذا اليوم الوصفة اللي غادي نحضروا اليوم ان شاء الله غادي يكونوا انخمرة معمرين او لبطبط صغير معمر كيجيوا اكتر من رائعين خفاف وهشاش وبحشوة اللي جيدة بزاف ومعلقة مقادرهم بسيطة وطريقة تحضيرهم سهلة ومضمونة الى جربتهم ما غاديش تستغنوا عليهم وخصوصا فطور رمضان غادي ينفعوكم بزاف لانهم ما كيتطلبوش مقادر اللي هي كثيرة وكيوجدو فقط قصير وكيجيوا لداد لداد بزاف تنتمنى انكم تزربون وتردوني ومنطولش عليكم نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير تابعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجة ممتعة وبالنسبة لمقادر غادي نحتاجوا 200 غرام من الكفتة ديال الجاج او لسطر الجاج لمطحون 4 ديال الجزارات او لاخزوية محقوقين طوال بهذا الشكل وجوج قرعات محقوقين بصلة متوسطة مشلدة او لانفروما ومعلقة كبيرة ديال القصبر وبسم الله على بركتي الله ندوزل تحضير الوصفة غادي ناخدو المقلا ديالنا غادي نوضعوها فوق النار من بعد غادي ندرو فيها مازيج ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة تقريبا جوج مع القكبر ديال زيت الزيتون وجوج مع القكبر ديال زيت المائدة وصفي من بعد غادي نوضعو البصلة ديالنا غادي نزيدو عليها رشة ملح ونخليوها حتى كتشحر لنا مزيان وتبدأ كتنزل من بعد ما تشحرت لنا البصلة شوية غادي نضيفو عليها الدجاج مع الخضار والتوابيل وبالنسبة للتوابيل غادي نحتاجو هنا يا الملح بالنسبة للملح كي يبقى على حسب الضوق وغادي نحتاجو نصف معلقة صغيرة من اليفزار معلقة صغيرة من الخرقوم ومعلقة صغيرة من التحميرة او البابريكا ونصف معلقة صغيرة من الكامون نخلطو هاد العناصر كلها مع بعض ونحاولو اننا نفكو دجاج ديالنا بها الطريقة باش ما يوقعو ناش قطع اللي هي كبيرة كنبقو كنفرقو بها الطريقة بالمعلقة ديالنا حتى كيولي قطع اللي هي صغيرة بزاف باش هكام بني كنعمرو الخبيزات ديالنا يعني ذاك القطع ديال دجاجي لا كانو كبار فاش غادي نبغيو نقرسو الخبيزات ديالنا غادي يتقبولينا العجيل وصفي كنصدو هنا على المقلة ديالنا وكنخلو هاد الحشوات طيب لمدة 10 ديالتقايق تقريبا تضروري اننا ندقو نحركو الحشوات ديالنا وفي نفس الوقت اننا كن نفرقو دجاج او اللي كننحاولوها كنقطعوها قطع صغيرة بالمعلقة ومن بعد ما طابت لنا الحشوات اهناي غادي نضيفو في الاخير مع القادية للقصبر وغادي نحركوها مزيان وكا اضافة اختيارية انا اهناي في الاخير ضفت نس مع القادية الراس الحانوت اه صرحة كيعطي واحد دو واحد المدق لهذا الحشوة رائع جدا فهو كيبقى على حساب الرغبة وعلى حساب الضوقة يمكن لكم تستغنو عليها بطبيعة الحال هيك نخلطو الحشوة ديالنا هاكا مزيان وهاكا تكون الحشوة ديالنا واجدة غادي نخليوها حتى كتبرت تماما وندوزو باش نوجدو العاجين ديالنا وبالنسبة للعاجين غادي نحتاجو فيها 400 غرام من دقيق الابيض 200 غرام من دقيق الفينو او لسا ميد الناعم جدا معلقة كبيرة من خميرة الخبز ما يعادل 12 غرام جوج معلقة كبيرة من زيت الزيتون او لزيت النباتية معلقة كبيرة من سكر حبيبات ومعلقة صغيرة من الميل ونحتاجو كذلك المال اللي غادي نجمعو به العاجين ديالنا واول حاجة غادي نبدو بها غادي ناخدو الخميرة ديالنا اللي غادي نوضعوها في بول او لفز لافا غادي نضيفو عليها المعلقة ديال السكر والقليل من الماء نخلطو كل شي معا بعضو نخليهم ارتاحو لمدة خمسة ديال دقيق حتى تتفعلينا الخميرة ومن بعد غادي ناخدو البول ديالنا اللي غادي نضيرو فيه الدقيق ونضيفو الملحة نضيفو الزيت كذلك ومن بعد غادي نزيدو الخميرة ديالنا وصفي غادي نضيفوه في الاخير الماء تدريجيا ونحن نجمعو العاجين وبطبيعة الحال يمكن لكم تعجنو العاجين ديالكم في القصعة بنفس الطريقة تماما ومن بعد غادي نضيفو الماء تدريجيا او لبشوية بشوية وانا كنحضي العاجين ديالي بش ما يكونش مرخوف بززاف او لجاري وفي نفس الوقت ما يكونش قاسح بزاف يعني تكون بحل عاجينة ديال مسمن تماما مرخوفة وفي نفس الوقت تكون معلوكة مزيان هادي نخليو هاكا تعجن المدة ديال عشرة ديال دقائق على الاقل باش هاكا كنت تحصلو على عاجينة اللي كتكون ارتباء وبالنسبة لكمية ديال الماء فانانها يحتاجي تربعمية ميلي لتر وبطبيعة الحال كيبقى على حسب نوعية الدقيق فكين دقيق اللي كيتشرب او لكيتحتاج الماء بزاف وكين اللي الدقيق ما كيتشربش بزاف ديال الماء فمن الاحسن تضيفو الماء تدريجيا وانتو ما كتشوفو ولا كتحضو العجين ديالكم كنت تحصلو على عاجين بهذا الشكل هادا بحل العجينة ديال مسمن تماما ما تكونش مطلوقة بزاف وما تكونش قاسحة بزاف وصفي كنديرو العجين ديالنا في واحد لوبول كندهنوها بالقليل من الزيت وغادي نخليوها حتى كترتاح او لكتخمر بمدة عالاقل ربعين دقيقة لحسب الجو يعني لكان الجو بارد بزاف من الاحسن تضيروه بضيصة هكاللي تكون دافية او لتتخنو الفرن ديالكم واحد جوش دقايق وطفيو عليها من بعد دخلوها للفرن وتخليوها كتخمر صفي غادي ندهنها بشوية ديال الزيت من الفوق وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ومن بعد غادي نخليها تخمر ومن بعد ما خمرت لي العجينة غادي ناخدها هنايا وغادي نحاول نخرج منها الهواء وصفي في الاخير غادي نشكلها نشكلها كويرات صغار بالنسبة لحاجم الكويرات كيبقى على حساب الرغبة انا احنا يقسمت العجين ديالي ل 15 قطعة يعني تحصلت على 15 كورة صغيرة هكا ديال العجين كنشكلهم بهالطريقة هادي وإلا كان العجين كيتلصق شوية فيمكن لكم الدهن ويديكم بالقليل من الزيت وصفيو كتشكلوا الخبيزات ديالكم او لهذه الكويرات من بعد غادي نغطيوهم بالبلاستيك الغذائي او لبشي من ديل باش هكا ما كتنشفش لنا العجينة وما كتتكون لنا شتك القشرة من الفوق من بعد ما قسمنا العجين ديالنا كله بهالطريقة غادي ناخد اول قطعة لأول كورة شكلناها غادي نرشو لها القليل من الدقيق الفينو او السامد الرافع وكان نقرسوها بهالطريقة هادي كان حاولو اننا ننضغطو في الجوانب يعني ما نضغطوش في الواسط بزعف باش هكا كيبقان العجين شوية ساميك في الواسط من كنت نقرسو ما كيتقطع لناش وبالتالي ما كتخرج لناش الحشوة كان وضعوا قطعة من جبن الشيدر هكا في الواسط بها الطريقة يمكن لكم تتعملوا اي جبن بغيتو من بعد كان وضع عليهم معلقة اولا معلقة ونص ديال الحشوة وصافي كان نجمع جنيبات بها الشكل هذا ونعود نحط القريسة ديالي جانبا باش كترتاح وصافي وكنستمر بنفس الطريقة حتي كان سالي الكمية كلها وكا اضافة اختيارية انا هنا يضفت القليل من الهريسة تقريبا مع القصد صغيرة صراحتان هاد الخبيزات كيجيو لداد بزاف ورائعين وخصوصا اللي كانوا حارين شوية بالنسبة للناس اللي كيعجبوهم الحار بطبيعة الحال اما بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش الحار او لما كيقدروش عليه فبطبيعة الحال يقدرو يستغنوا عليه وكدلك كيجيو رائعين كيجيو بنان وكيجو معلقين يعني كنتمنى انكم تشربوهم فاكيد غادي يعجبوكم من بعد مسالية الخبيزات ديالي كلهم غادي ناخد اول وحدة قادتها غادي نقرسها شوية وصافي بهالطريقة هادي ومباشرة غادي نوضعها في مقلة اللي هي سخونة كندهنها بالقليل من الزيت وصافي غادي نوضع الخبيزات ديالي وندهنها عوتاني من الفوق بالقليل من الزيت وكنبقوا كنقلبو فيها بهالطريقة هادي حتى كتتتعمر لنا وكتتنفخلينا مزيان ودروري اننا نقوم نقلبو فيها بهالطريقة هادي باش كتتنفخلينا ومن الداخل كتتجي خاوية وكتجي مفروقة وصافي غير كيتتعمر لنا البطبط ديالنا بهالطريقة هادي وكيتنفخ كنحيدوه وكنستمر بنفس الطريقة حتى كنسالي الكمية كلها انا هنا استعملت هذه البلانشة هادي باش هاكا كنصر بضغية وكننربح الوقت كنستمر بهالطريقة حتى كنسالي الخبيزات ديالي كلهم صراحة كيجي وراء هذه الخبيزات كنتمنى انكم تشربوهم وانهم يعجبوكم وهكا الخبيزات ديالنا كيكونوا وجدين كنتمنى انا وصفة اليوم تنال اعجبكم وإلى عجبكم هاد الفيديو ما تنسوش تدعموني وتشجعوني بلايك وكمونتير واتبارتاجوا الفيديو مع الناس لك تبغيوا وإلى فيديو مقبل ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة